نحن نقول لك بلدي كنت كلموهنا وشب صاري في بطولة العالم تاع أمريكا نقدر نقول لك بلدي التنظيم تاعنا لإمكانيات اللي كانت من ناحية الإقامة ومن ناحية من ناحية اللوجيستيكية في وهران أحسن بكتير من اللي راهي الآن في بطولة العالم تاع الأوريغان الآن نراهم فورا في الأوريغان في دون سيتي ونيفرسي تاريخ وين عندهم دي سيبربوزي دي ليد سيبربوزي النس كام رايشكي البلجيكيين الفرنسيين كل ناس رايما فاموه نحن كانوا هنا ضروف الإقامة والضروف اللي كان عندنا هنا في بعض الأن فورا أحسن المطاعم اللي كانت في المطعم هنا اللي كان عندنا فورا مع المقارنة بدورة الإيواء والضروف الإطعام اللي راهي أكتير موف بطولة العالم تاع الأوريغان ما تقدرش تتمزيني يعني بش نقول لك باللي حتى من ناحية اللوجيستيكية ما عندنا ما نحشمو بوش عندنا طبعا أنت تتحدث من باب علم يعني لأنك ركع على تواصل مع البيت الجزائي أنا نشوفهم كل يوم يعني تقريبا عايشين معهم في اللين تكلموا كل يوم حتى في الأجانب تكلمت مع الأجانب بلجيكيين قريبا خرجوا يعني أمريكا الآن ربعتوا كل الوفود دي سيت وينيفرسيتا وين ظروف الإقامة يعني حطة كتير والمشكلة أنه الوفد الأمريكي راح للفندق خمس نجوم الوفد الأمريكي الرياضيين الأمريكيين والطاقة متاعه في فندق خمس نجوم وكل بقية الوفود الأخرى دهوها سيت وينيفرسيتا حتى الإطعام يعني في بطولة العالم عادة والمسلمين يديرون لهم حالة الميت يعني لحمة الحالة ما كاشم توفرها هات سنة ولا يعني أدوا لكونسيدراتيون كاملوا ما أخدهم شوانا نتكلموا على بطولة العالم تاع أمريكا وفي أمريكا في أمريكا طبعا ربما الجزائر اللي كانوا يسمع فيك الآن يقولوا هو يبالغ شوية لأنه عندنا عادة أننا نحتقروا ما هو الجزائر لا 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 أنا جو كريتيك أنا كنت متواجد والله العادم غير في الكثير من الأمور قمة لا قمة 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 قلت أنا قلت أنا تحدثت مع وسائل إعلام أخرى قلت بأن هناك تحفظات على بعض الأمور ولكن هناك تحفظات عادية في الألعاب الأولمبيكية تحفظات في طولة العالم فيها تحفظات وهذه هيها